رفضت محكمة اسبانية طلب فريق الدفاع عن اللعب البرازيلي دانيالفش بالإفراج عنه وأمرت ببقاءه في الحبس الاحتياطي واستمرار التحقيقات دانيالفش قضيته شغلت الرأي العام والإعلام الاسباني والبرازيلي والعالمي كمان بعد ما اتهمته فتاة باغتصابها في نايت كلاب في برشلونة وقبض عليه في 20 يناير وتم حبسه بدون كفالة وبدأنا هنا نسمع أقوال داني اللي تغيرت روايته أربع مرات للآن في الأول قال ما يعرف البنت وأنه كان في نايت كلاب مع أصحابه بعدين غير كلامه وقال يعرفها بس ما صار شي معاها ورجع غير أقواله للمرة الثالثة بعد ما كاميرات المراقبة أظهرت أنه كان في الحمام مع البنت وصار بينهم شي هنا قال أنه فعلا صار لكن الموضوع كان برضاها أمس عاد طلع برواية جديدة هي الرابعة وهذه بصراحة جديدة يعني فدانيالفش قال أنه البنت هي اللي رمت نفسها عليه وهي اللي اعتدت عليه وأنه هو ساكت من الأول وقبل اتهاماتها له علشان يحميها عموما المحكمة يبدو ما دخل عليها هذا الكلام أبدا لأنه من ساعات رفض قاضي طلب الإفراج عنه ومحاميين وكانوا طلبوا يفرجوا عنه مقابل أنه يسلم جواز سفره ويلبس إسوارة مراقبة إلكترونية والحج أنه عنده روابط عائلية داخل أسبانيا لكن المحكمة رفضت والقاضي قال أنه الآن في خطر كبير من هروبه وفي أدلة قوية على ارتكابه مخالفات وماديا هو يقدر يغادر أسبانيا في أي وقت